يتنقل العشرات من السياح البريطانيين والروس بين الشاطئ ومسبح فندق بمدينة نابل في مشهد غاب عن قطاع السياحة التونسية منذ الاعتداءات التي ضربت البلاد في العام 2015 وتسبب بمقتل 60 شخصاً بينهم 59 سائحاً هذا التطور في المؤشرات السياحية ناتج أولاً عن العام الأول هو العودة الأمن وتأمين ذات المؤسسة السياحية على طول شواطئ نابل والحمامات يستمتع السياح بأشعة الشمس وصفاء الطقس على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته ومن الواضح أن السياح البريطانيين الذين قتل 30 منهم في اعتداء سوسة بدأوا يعودون إلى تونس كما ارتفع عدد السياح الفرنسيين فيما يشكل الصينيون والروس العدد الأكبر من السياح بحسب مسؤولين في القطاع سأبقى هنا مدة عشرة أيام وذلك سيكلفني ما كنت سأدفعه في أمستردام أو باريس خلال أربعة أيام لدينا هنا كل شيء وكثفت وزارة السياحة حملاتها دعائية للوجهة التونسية واستغلت مشاركة المنتخب التونسي في مونديال 2018 للتصويق للسياحة في تونس في شوارع موسكو والمدن التي أقيمت فيها المباريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر